أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند تريند عندي ثلاث محاور مهمة جدا في هذه الفقرة أول جزئية وإحنا بنتعامل مع المنافسة اللي بنلعب فيها خلال الفترة الحالية هو منافسة محلية مباراة الدوري ومباراة الكأس الموسم اللي احنا بنلعب فيه دلوقتي بعد خلاص ختم مسابقة كأس مصر للموسم الماضي والفرقة كلها اضطرت ان هي هتكمل المسابقة رغم ان كان التوقيت صعب جدا وعايزيننا خلص الدوري وغيرنا موعد القيد لكن ما علينا اتلعبت المسابقة وخلصت وانتهت وهنكمل المسابقة الحالية لسه في شهر تسعة اللي جاي لكن يبقى السؤال هي الضغوط هتبقى على مين في الفترة اللي جاية لو بنتكلم النهاردة بداية مباراة الجولة السبعة وعشرين يعني بنتكلم ما يقرب من حوالي من سبعة إلى تمن مباراة لباقي الفرق وعشر مباراة متبقية للنادي الآلي هنا الضغوط هتكون على مين أنا مش بتكلم على الضغوط اللي هو ضغط المباراة لا من بطل آخر نسخة الفريق المنافس فبالتالي لو خسر الدوري هيكون فقد اللقب اللي هو كان بيسعى للحفاظ عليه والتقرار الانتصار وان يحقق لقب الدولي للعام التاني على التوالي وبالتالي هو عايز يعمل أرقام قياسية عشان يقدر يقرب شوية من أرقامك انت لما بتفوز ببطول الدوري مش بتفوز بيها لسنة واحدة بتفوز بيها لمرة واثنين والثلاثة والخمسة والست سنين متتالية ولما بتفقد اللقب بتفقده سنة لكن بترجع بتنتصر بخمس ست سنوات متتالية فبالتالي الضغط في الأساس على الفريق المنافس انه هو بيحاول قدر الإمكان يفوز بالدوري بعد ما فاس بيه السنة اللي فاتت في ظل انه هو خلال السنوات الأخيرة ما بيقدرش حقق اللقب مرتين وراء بعض الا كل ما سنة 20 سنة او كل 15 سنة فهنا الضغوط هو عليه أكتر انا ممكن تكون الضغوط عليه لان انا اسمي كبير ما يفعش اخسر دوري ولو خسرت دوري سنة مخسروش تاني لكن في نفس الوقت بلعب على الظروف المحيطة حولي عشان اقدر قدر الإمكان انافس واقدر اكون موجود في المنافسة لغاية الاسبوع الأخير ولسه انا موجود في المنافسة لكن الضغوط كلها على الفريق اللي هو حامل اللقب يعني انا اتمنى ان الجمهور في المرحلة القادمة يتعامل بإطار نفس شوية اوعى تصدر ضغط على فرقتك وانت داخل على مراحل حسيمة كان دايما مستر مانو الجزيل لما بيخش في المراحل الحسيمة دي يقول ان الضغوط كلها على المنافس مين ابرز لعيف في المنافس سين صادعين ده لو ما بيلعبش او لو تمسك مش هتلاقي كورة مع الفريق المنافس هي دي المرحلة المهمة ان الكل لازم يتكاتف ويتعامل نفسين كويس قوي مع المرحلة الجاية لان كل المنافسين بيتعاملوا معاك مش فنيا بيتعاملوا معاك نفسيا ازاي يصدر لك ضغوط وده على فكرة عرف موجود في الكورة وإطار مشروع موجود في الكورة لكن انا بخبراتي في المجال ده ومن سنين شغلي في المجال ده سواء في الصحافة او في الاعلام انا شايف الضغوط كلها على المنافس مش المنافس الاول ولا المنافس الوحده لا ده المنافس الاول والتاني المنافس التاني صرف مليارات ومحققش بطولة الدوري المنافس الاول ظروف كتيرة جدا بتساعده وفي نفس الوقت لسه مش قادر يحسن بطولة الدوري وأنا فاز بدوري أبطال إفريقيا آخر سنتين فاز بالسوبر بلعب كاس عالم عند لعيبة استهلكت ولعبت مطشط كتير لكن مع ذلك أنا في المنافسة يعني بيواجهني ظروف تحكمية صعبة جدا في المباراة ومع ذلك أنا في المنافسة كل ده لازم تتصدر ضغط للفري المنافس مش علي أنا لأن المنافس رغم كل الظروف دي مش قادر يحسم الدوري حتى من الإسبوع الخامسة وعشرين لغاية الإسبوع الأخير أو لغاية الإسبوع السبعة وعشرين هو مش ضامن هو بطل الدوري ولا مش بطل الدوري وبالتالي الضغوط كلها والله أنا شايف على المنافس مش عليك أنت مش على الأهلي ولا على جمهور الأهلي انت فاز ببطالات إفريقية هو ليه السنين الأخيرة الناس شايفة أن الأهلي بيعاني كتير جدا في المسابقة المحلية رغم أنه بطل أفريقيا رغم أن التدرك الطبيعي لقوة المسابقات بيبدأ من أضعف مباراة مثلا مباراة كأس مصر ثم مباراة الدوري ثم بتروح للمستوى أو الليفل الأعلى دوري أبطال إفريقيا بعد كده بتروح للمستوى الأعلى كأس العالم للأندية انت نتائجك كلها مميزة في كأس العالم للأندية وفي دوري أبطال إفريقيا لكن على المسابقات الأضعف أو الأقل بتواجه صعوبات جزء من الصعوبات دي ممكن تكون أنت مشارك فيها ممكن ممكن بنسبة لكن النسبة الأكبر ضغط مطشط عوامل تحكمية ظروف عديدة جدا الكل بتكلم عليها خلال آخر سنتين ثلاثة تحديدا في المسابقات المحلية وبالتالي رقم واحد الضغوط على المنافس مش عليك انت انت عندك مباراتين مؤجلتين ان شاء الله بإذن الله نكسب المقولين نكسب الإسماعيلي بيننا وبين المنافس ثلاث نقط لو وقع مباراة واحدة في المواجهات المباشرة انت بتتفوق عليه انت بتتفوق في المواجهات المباشرة على المتصدر وبتتفوق في المواجهات المباشرة على الفريق اللي موجود في المركز الثاني سواء في الدور الأول أو في الدور الثاني سواء على ده أو على ده. فالضغوط كلها مش على الأهل ولا على جمهور الأهل. الضغوط كلها على المنافس. بس البعض بيحاول تصور لك أو يصور لك أن الضغوط كلها عليك. لا. أنت بطل إفريقيا. وبتلعب في آخر ست سنين خمس نهائيات. خمس نهائيات دوري أبطال إفريقيا. ولولا الظروف اللي وجهتها في بعض السنوات. وكلنا عارفين اللي حصل في بعض النهائيات. كنت ممكن تعمل رقم خياسي. ما قدرش أي فريق حقق قبل كده. رغم أنت عندك عشر ألقاب إفريقي. فده جزء مهم جدا. لازم نشرحه للناس. لأن الناس برضو لازم تبقى عارفة المرحلة اللي أنت تدخل عليها الفترة الجاية. إيه الضغوط اللي بتواجهها؟ هل الضغوط مباشرة؟ ولا الضغوط غير مباشرة؟ هل الضغط النفس اللي أنت بتواجهه؟ ده طبيعي؟ ولا أنت الناس بتحاول تصنع لك ضغط فأنت بتنساق ورهازة الضغط. الضغط على الفريق المتصدر عشان يفوز بالدوري اللي مقدرش عبر سنوات طويلة جدا. يعمل أرقام أنه يفوز به سنة واثنين وثلاثة. فبالتالي إن شاء الله ابتداء من مباراة المقصة غدا. وعندك مباراة المقولين يوم تلاتين سبعة ساعتها إن شاء الله تكسب الست نقط هتعد الفريق اللي في المركز التاني ولسه الفريق اللي في المركز التاني هيلعب المتصدر. أي نتيجة هتحصل بالنسبة للفريق اللي في المركز التاني سواء تكسب أو تعادل ده هيبقى في صلحك. لسه في مباراة تانية الأسبوع اللي جاي. كل النتائج اللي جاية أكيد هتخدم على النتائج اللي أنت هتحققها. بس مهم إنك تكسب المتصدر اللي جاي. طيب.